اسمع للطور أن أنتقل إلى عمان مع السيد ممونة العمري الخبير في الشؤون الإيرانية سيد العمري هناك أنباء متواترة عن أن إيران تعمدت عدم إصابة منشآت مهمة في هذه الضربة هل ذلك يتوافق بشكل أو بآخر مع ما يتردد عن أن هناك حدود وأن هناك رغبة بين كل الأطراف بعدم الانسياق وراء حرب شاملة تضر الكل أشكرك أخي ياسر إذا ما صحت هذه الرواية فإن التفسير الواقعي والمنطقي لها هو ما ذهبت إليه إذا كانت إيران وجدت في نفسها بأنها تريد من هذه الضربة فقط حفظ ما الوجه كما يقولون وإطلاق 15 صاروخ باسلتي باتجاه قواعد تعلم بأن هذه القواعد هي قواعد عراقية في منطقة خالية أو في منطقة صحراوية تكاد تكون بعد خمسة أيام من مقتل سليماني قد أخذت كل التحصينات كل الإجراءات الوقائية ربما تم إجلاء نسبة كبيرة من الجنود الأمريكيين إلى أماكن أخرى وإلى قواعد أخرى بعيدة عن أعين والإيرانيين وأعوانهم في الداخل العراقي ومع ذلك وجهت هذه الضربة وحتى اللحظة لا يوجد رقم لعدد جرحة أو عدد قتلى وبالتالي هذا الإجراء في توجيه هذه الضربة هو فقط لحفظ ما الوجه ربما صباحا كنا نتحدث حقيقة ليس مع الغد مع كل الاحترام والتقدير كنا نتحدث بأن هذا العمل بهذه الصورة بهذه النتائج لا يعبر عن احترافية لا يعبر عن مؤسسية لا يعبر عن دولة ونحن نتحدث عن إيران إيران صاحبة الباع الطويل في عملياتها الإرهابية في حروبها مع العراق ومع المنطقة وأيضا بشكل مباشر أو بغير مباشر نستطيع حقيقة أن تحدد أهداف أكثر وأغنى من هذا الهدف سواء كان الهدف في عين الأسد في الأنبار أو حرير في أربيل لأن هذه هي أهداف عراقية كيف هي تأخذ على العالم اليوم وتقول للعالم بأن انتهكت الولايات المتحدة سيادة المنطقة والعراق ووجهت ضربة وقتلت سليماني في العراق ماذا فعلت أنت أيضا أنت انتهكت أيضا سيادة دولة هي الجمهورية العراقية بكل دستورها بكل قانونها ووجهت ضربة أيضا في داخل العمق العراقي وانتهكت سيادة ووجهت نفس الأسلوب أنت أيضا من خلال هذه الضربة قلنا بأن حجم الصواريخ والأهداف المتوقعة توقعنا أن تخرج أرقام حقيقة في الخسائر سواء البشرية أو المعدات ولكن لا الصور ولا التقارير ولا التصريحات عكست حجم الصواريخ حجم الأهداف حجم ردة الفعل التي يتوقعها العالم منذ خمسة أيام وبعد كل هذه التهديدات من قبل أتباع النظام الإيراني أو أركان مؤسسة الإدارة الإيرانية سواء في الحرس الثوري سواء في البرلمان سواء في رئاسة الجمهورية والمرشد الأعلى ترجمة نانسي قنقر